السلام عليكم اكتشف رعي غنم كردي يدعى راشيد سرحان من قرية اوزنجيل الكردية بعد الزلزال الذي حدث في تركيا في عام 1948 اثر سفينة متحجرة على سفح جبل الجودي ولكن قبل ان نبدأ الفيديو لا تبخل علينا بالاعجاب والاشتراك في القناة وحتى نستمر معكم باذن الله قد اثار الخبر دهشة كبيرة لانه لا يعقل ان توجد سفينة على قمة جبل يعلو عن سطح البحر الفين متر تقريبا فارسلت اول بعثة لمعاينة السفينة في عام 1960 قال تعالى وقيل يا ارض بلعي مائك ويا سماء اقلعي وغيظ الماء وقضي الامر واستوات على الجودية وقيل بعدا للقوم الظالمين يا لعظمة الاسلام والقرآن الكريم فمن اين استمد هذا التحديد الضقيق والمعجز زاد الاهتمام بالامر وتوافدت البعثات بشكل فعلي في عام 1985 وحتى عام 2007 لتؤكد نبأ القرآن الكريم استخدمت البعثات تقنيات الحديثة لتجد حفريات وقواقع ومرجان حول السفينة على ارتفاع لا يوجد فيه بحار استشعرت الرادارات بعض المواد المعدنية ومسامير الربط وليظهر مرة اخرى اعجاز القرآن الكريم في كيفية تركيب السفينة حيث قال تعالى وحملناه على ذات الواح ودسر وقد فسر جمهور العلماء الاية القرآنية وحملنا نوحا على سفينة مصنوعة من الخشب والمسامير كانت السفينة اية عظيمة ليس فقط في صنعها ولكن ايضا في جريها في الماء بدون اشرع حيث قال تعالى وقال اركب فيها باسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وجاء لفظ مرساها ليؤكد رغم جريها ان مرساها امن وسالم كانت سفينة نوح بخمة حيث تماثل نصف سفينة تيتانيك ولا بد اذا ان يكون مرساها كبير لقد اكتشف حتى الان ثلاثة عشر مرساها كانت تعمل كاثقال لتثبيت السفينة حتى تصل الى مرساها الاخير فوق جبل الجودية دمتم في امان الله ورعايته